في كنوز بناء العيلة في عبادة منقرضة من بعض مجتمعتنا ورغم أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهتم بيهتم بيها أشد الاهتمام وهي دليل على قرب الإنسان من ربنا أو بعده ودليل على ارتفاع إيمانك أو قلته ويا ما النبي تكلم فيها وهي بقولك بدأت تنقرض من بعض المجتمعات وإحنا قاعدين عيلة مع بعض كده لو بتسمعوني ياريت تفكروا بعض بالعبادة دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما مشهور عنه وصع على سابع جار سرعة الحياة وضغط الحياة وارتفاع الطموحات عملت ما يسمى بالذاتية والفردية آه انتشرت في أوروبا في دول كتير وانتشرت مجتمعات في أمريكا لكن عيب انها تنتشر عندنا لان الوطن العربي عموما والشرق ناس عندها طيبة في القلب وناس عندها حب للعشرة ويمكن في مناطق تكون لسه محافظة على مسألة ان جاري ده ساتري وسندي بالمناسبة كلمة جار جاية من الجوار وكلمة جوار يعني جنبي ويعني الحاملية إني جار لكم يعني أنا هحميكم ففيها جوار جنب وفيها حماية والفردية والذاتية دي خلتنا نبقى ماشيين في الشارع أشوف جاري اللي ساكن في الشقة اللي قدامي أو حتى في العمارة اللي جنبي حتى مرفعش عناي أقول سلام عليكم ده مش النبي بقى خالص ولا ده دينا اطلاقا بالعكس المفروض أنا بعد سنة واثنين وتلاتة واربعة أبدأ أحس بشيء من العائلة الكبيرة في جراني عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط مقياس الإيمان ولا باعز أقرب ربنا وخش الجنة وربنا يرضى عني أحد مقاييس الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وفي الرواية الثانية فليكرم جاره وأنا السؤال لنفسي أولا انت آخر لقطة حلوة بينك وبين جرانك إيه لو ما عندكش إجابة عن الموضوع ده معليش بكلم نفسي من غير ما تهم حد راجع إيمانك راجع إيمانك لأن دي علامة من علامات الإيمان ثلاث حاجات لازم جراني يشوفوها مني عشان أبقى أنا إنسان مؤمن محسن للجران أول حاجة الأمن من الفلتات الفلتات الأخلاقية والسلوكية الفلتة أن أنت ما تبقاش متخالي لقدمك هيدوس عليك إزاي هيهب فيك إزاي هيبصلك باحتقار إزاي الجار محتاج يبقى آمن من هذه الفلتات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جالوا واحد قال له أقرب الناس لي وأكتر واحد بقاله سنين ساكن جنبي هو أشد الناس إيذاء ليا فالنبي بعت سيدنا أبو بكر الصديق وواحد تاني من الصحابة في الحي ده يقول لهم إن أربعين دارا جار يعني جاري لغاية أربعين بيت حواليه شوف سيدنا نبي بيقول لك إزاي ما بالك اللي ساكن جنبك إن أربعين دارا جار ووالله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة البوائق قلت لك الفلتات لو خفت لأحسن مش عارف العربية تبقى راكنا فين يقوم هابب فيا واللي عندي ضيف مش عارف إيه يقوم مزعق وشاتم حاجة يعني خد بالك من المسألة دي أحسن مجتمعتنا وعائلتنا لما الواحد يبقى مبتلى بجار سوء بجد السكنة ما بتبقاش حلوة شكلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد سأله كيف أعرف إذا أحسنت أو إذا أسأت فقال له إن قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت وإن قال جيرانك أسأت فقد أسأت طبعا الجيران الأسوياء لأن لو واحد خلقه مش سوي مش هيشوفك كويس لكن السمعة مهمة جدا وحرصك على بناء سمعة مع جيرانك ده جزء من إيمانك وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى الحاجة التانية للمفروض جاري يدقها مني هو ستري على عوراته العورات هي الأشياء اللي الواحد يحب يخفيها ما تظهرش ما فيه صوت زعيق وشتي مطالع من البيت اللي جنبي ولا أكني سمعت حاجة دي عبادة الأذن لما ستات جيراني يعدوا عن طرب مش هداد اللي كان في الجاهلية كان يقول وأغض الطرفة عن جارتي إذا بدت حتى يواري جارتي مأواها ما بقاش أنا اللي ببص نظرات فيها عتداء بعني على جاراتي شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسه بقولك الحديث من شوية قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره والنهاردة هو فيه كرم أحلى من أنك أنت تشوف أخطاء ومشاكل وإخناقات وتسطر عليها ما إحنا جار لبعض هو ده الكرم في العطاء بالمناسبة أخد بالك من مسألة أن ما يبقاش اللي بتغتابه هو جارك أنه لي حقوق مضاعف عليك وهنا بقى الحق التالت المهم جدا اللي ده بقى منقرض في علاقاتنا بجيران أنه يدوق من خيري يدوق من عز ربنا اللي ربنا كريمني فيه آه في بعض المجتمعات إلى الآن الطبق بيخرج ويرجع فاضي ويرجع مليان زي سيدنا النبي على فكرة أصل الموضوع ده سيدنا النبي لما الربيع بنت معوذ بن عفراء جارة النبي بعتت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبق فيه قتة قفاء لخيار الكبير شوية ده فرده إلي مملوءا بالذهب شوف طبق رجع مليان ذهب ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فكرة أنا الواحد مش المفوض ييقس من الكلام ده حتى لو بعض المجتمعات يقولك يا عم بقاش حد فاضي لحد والناس بتحسد بعض خلي العبادات دي في بيوتنا وإحنا بنكلم في كنوز بناء العائلة اللي يقدر يعملها يعملها تقربا إلى الله وفعلا لما العبادات دي بتندثر أجرها بيضاعف عند ربنا سيدنا النبي لما واحد مرة طبخ مرأة قال له كثر المرأة دي المرقة بتاعت اللحمة يعني وتعاهد بها جيرانك يازم يبعد يقولك يستغربوا أو يعني وإحنا مثلا يفتكروا ما عندناش أكل مرة في مرة مع الابتسامة وصباح الخير بتاعت الصبح دي هيفهم قد إيه أنت إنسان كريم عشان لو حد فينا بعد عمر طويل ساب الدنيا جيرانه ياخد بالهم من عياده إنت ما تعرفش هتسيب الدنيا إمت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قول كلمة حلوة لجيرانكشن لو سبت الدنيا تلاقي لهم أقرب الناس واخدين بالهم منهم محمد بن الجهم جي بيع البيت بتاعه فحط خمسين ألف درهم ده تمن البيت فالناس جاءت تتفاوض معه تفاعل خمسين قال لهم طيب وتشتروا جوار سعيد بن العاص بكامل قالوا له وهل الجوار يباع لهم أي إنسان جار لي يعني إذا سألته أعطاك وإذا نسيته سأل عنك وإذا أسأت إليه أحسن إليك شوف بيكلم على صفة الجار إزاي طبعا ده نبيع البيت وحط زيادة عشان جوار سعيد بن العاص يا رب نبقى كده يا رب الشخص اللي بيبدأ بالسؤال أكون أنا مش جاري يا رب لما جاري يسيء إلي هو أساء وعصى الله فيي أنا أوطيع ربنا في نحي العبادات دي تقربا إلى الله ورسوله يا رب أكون الكريم اللي لو جاري لجأ لي في حاجة مادية أو معنوية وعندي القدرة ما تأخرش وأقدمه على غيره لأن ده اختيار ربنا جاري ده مسيدك النبي وصى على سابع جار يأمن من فلتاتك البوائق رقم اتنين الستر 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 على عورات الجار رقم تلاتة يدوء من خيرك لو ربنا موسى عليك لحقوق الجيرة ترجمة نانسي قنقر